السلام عليكم حبيبتي وصفة اليوم بينا كما راكم تشوفوا سابلي سابلي عادي شيش بزاف وبنين اقتصادي يدفتت غير وحده متان من خفيف وهشيش يدفتت غير وحده وهذا تاني ما يليق مع هاد الغلاء اللي راه تعال اسعار خاصة تعال مكسارات الكوكا وليه الفول السوداني هو التالي راه يدير 60 ميل المقادير تاع هاد السابلي اللي عادي نعطيكم تعطينا 52 حبة فردية واذا لسقنا حبة مع حبة تعطينا 26 حبة يعني شوفوش علي جيش شيش مرمل اسم على مسمى يدفتت غير وحده هننصحكم به بزاف هاد حلوية العيد تستعملوا اي مول عجبكم هاد هو الشكل انا اللي درته كنت شيت هاد المول العام اللي فات وهاد المرة عادة باش درت به يعني السابلي انتو مديروا اي مول يعجبكم نوجدوه مع الكيس بلاستيكي ونوجدوه باسم الله في وصفة السابلي عندي ميتين غرام تاع المارغارين تكون طارية الجورها مؤتدية لذلك درتها غيب درجة حرارة الغرفة ولكن كيكون وقت سخانة ما نديروهاش دايبة ندخلوها شوي للبرد تبرد وعد نستعملوها زدت عليها ميت غرام تاع سكر ناعم مغرف صغيرة تاع الفاني رشة تاع الملخ وزدت عليها ميت ميليلي لتر تاع زيت ونخلط بالخلط الكهربائي دك زدت حبة تاع البيض بدرجة تانية حرارة الغرفة من وزن 65 غرام كي نديروه البيض ما نضربوهش بزاف خاطر شوكن نطلعوه بزاف ونضربوه بزاف قادي من بعد هادك السابلي ديرنا فوقعات تاع الهوى كين طيبوه زدت عليها هنيا ميت غرام تاع نيشاء الدورة اللي هي المايزينة ومباشرة خمسمائة غرام مقدير مدبوطة تاع الفارينات طحينة الابيض تعملت بالنسبة اللي يستقنوا في الجزائر سافينة قرصة هكا صغيرة تاع الخاميرة الكيميائية درت قرصة وستغير واخد شوية من كطرش الخاميرة الكيميائية باش تستحفظ يعني هاد السابلي استحفظنا على هادك الشكل اللي ديرنا عجينة سابلي عمرنا ولنا عجنوها غير هاكا بصبعنا نقعدوا نلمو فيها من تحت الفوق حتى تولينا هاكا يعني كورا شوفوا القاوم بتاعها كيفاش يجي يجي طريي نوعا ما هني وريدكم حبة كورتها وضغطت عليها ها هي القاوم بتاعها يجي أملس وضق ما خلوها لا ترتاح لأولو خاطرش فيها الزيت مباشرة نبدو نخدمو فيها درت كورا وجربتها هنية في المول ونشوف جتني شوية كبيرة نقلع منها شوية باش من بعد قاع نوزنهم ويجوني قاع كيف كيف يعني قاع يجوني حبة واخدة ما نضلش هاكا غير ندير ونقلع شوية ونعاود لجيني صغيرة ولا جيني كبيرة يعني عاود اغطي عليها هني وجبت الميزين ووزنتهم عطتني عشرين غرام عفون كورتهم قاع بوزن عشرين غرام عطتني واحدة صغيرة 52 حبة مع واحدة صغيرة جبت سينية ذا كلها البابيي كويسون وضروك اغطيهم بالبلاستيك ما خلو مجا كم عرضين لهوا خاصة في فصل الصيف إذا درتوا كونتيتي كبيرة خدوا غير بالكمية صغيرة والاخر خلوه في البراد يعني نكينا نبغي نخدمها نكورها هاكا في ديا باش تعاود لديك الحرارة تايدية تعطي هاديك القوام الاملس ونضغط عليها هني فوق البلاستيك ونقلعها بسهولة نحطها نحطهم في السينية ونمشي على الفرن مسبقا على درجة متوسيطة من بعد نتقبهم هاكا في الواسط بفرشيطة ولا بكيوغدون أنا استعملت هاد الفرشيطة كات عندي صغيرة باش من بعد كي ندخلوه للفرن هاداك الواسطاني ما يطلع الناش ولا كيوغدون كيوغدون كي نستعملوه ننقطو هاداك البوانتو التعالي يكون هاكا في الراس خاطر شلو كن نستعملو هاداك الرقيق غادي من بعد كي يدخل للفرن غادي شغلة ديك التقوب ينغلقوا علي هاكا الطعنة شوية باش يجي شوية غلايد هاكا شوفوا التقوب التقوب دخلتها للفرن فرف الواسطاني على درجة متوسطة وكل واحدة والفرن ندلي مدة الطبخ 20 دقيقة 25 دقيقة المهم تشعروا لها من تحتي طيب هاداك اللون الذهبي من الفوق خلوه اللون تاعه أبيض باش يجي شوية هاكا يعني يجي شباب ما يجي ش حمر من الاول إذا بغتو تلسقوا حبة ما حبة استعملو هاداك المول لي وريدكم ما فيش الشكل يعني يجي مدور عادي سامبل دلت لسقتهم حبة ما حبة بالمربة تاع المشماش وهنا هادولي غادي نزينهم هاكا من الفوق لسقت خبيبات وخبيبات خليتهم غير هاكا يعني شكل فردي درت البطاغام تاع الليمون لون وفي نفس الوقت ملون والتانية درت لها تانية عطر الفراولة لون وفي نفس الوقت ملون جت بنينة ندير هاكا شوية في الواسط يعني كي ما تبغو تزين اختي 발생 يجي م sangbuقم عن كوarma ملون والأفعاء بنسيته غاديما بعد مبعدي يتشرب لكم المربة تقعد هاكا شدة لفوق عالم الصابلة قلت ندير كما عباد الشمس هاد وريدات دلتها كنقاطي بشوكولادة وبتهاودو تنقاطي كي يجمدو اقلحتهم وزيت بهم السابلي التاعي جاكيل وردا سامبل عادي اشيش بزاف ننصحكم بيه وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة أخرى مع السلامة